اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باب القراءة في صلاة العشاء وما الفرق بين العشاء والعشاء يا عبدالجليل العشاء لا كده الطعام والعشاء بالكسر الصلاة نعم وإذا حضر عندك يا أبا فهد وإذا حضر العشاء والعشاء فإيهما يقدم العشاء وإذا كان ما يريد طعام وإذا كان لا يريد طعاما ما يريد يأكل لكن العشاء جاء يصلي يصلي نعم لا يترك صلاة العشاء ويأكل طعام العشاء إلا إذا كان جاء يصلي وهو يفكر أما لا يفكر بالطعام حتى لو قدم يقوم يصلي طالما وهو لا يريد قال باب القراءة في العشاء عن جابر وهو ابن عبدالله رضي الله عن أبوه عبدالله بن حرام غاب عن غزوة بدر فقال إن أدركت غزوة أخرى ليرى ربي ما أصنع فجاءت غزوة أحد فرأى رؤيا كأنه أحد أو كأنه من أوائل القتلى من أوائل الشهداء فأوصى ولده قال يا جابر أندي بنات يعني أخواته انتبه لأخواته وعلي ديون اقضي الدين فوقعت المعركة فكان من أوائل القتلى رضي الله عنه فقام جابر بالوصية وحافظ على أخواته حتى أنه تزوج بامرأة فيب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر هل لا تزوجت ببكر تلاعبك تلاعبها يعني قال يا رسول الله إن أبي مات وترك لي أخوات وأصى بهن خيرا فأخشى أني لو تزوجت ببنت صغيرة يحدث يحدث بينها وبين أخواتي شيء فأتى بامرأة كبيرة رعاية لأخواته فانظر كيف وصل الرحم والحفاظ على الرحم مع أن الشاب رغبته أن يتزوج ببنت شاب يعني بكر لكنه آثر وطبق الوصية من أجل الحفاظ على أخواته واليوم قد يختلف الرجل مع أخته من أجل ميراث فيهجرها من أجل شجرة أو يهجرها من أجل قطعة أرض فيتهاجأ الرجل مع أخته مع عمته من أجل أمور دنيوية ولهذا تجد هذا الرجل لا يوفق قاطع الرحم لا يوفق لا ترى هم وفقا لا في تجارة ولا في صحته ولا في حياته ولا في سلوكه قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أيدر أن يعجل الله بالعقوبة لصاحبه في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم البغي الظلم وقطيعة الرحم الذي يقطع أرحامه من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله شققت لها اسما من اسم الرحم هو الرحمن أشق لها الرحم فمن وصلها وصلته الله يصله بفضله وكرمه وإنعامه وجوده وحفظه كلاءته ومن قطعها قطعته قطع الله صحته وقطع الله البركة في أهله والبركة في ولده وقطع الله رزقه فيعيش في شر حال وأيضا سعى جابر في قضى دين أبيه حتى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فبارك الله بالمال فقضى دين أبيه وكان دينا كثيرا أو كبيرا فالإنسان يحرص على وصية أبيه الشرعية وإذا كان والده قد مات وهو يعلم ماذا كان يحب أبوه فعليه أن يسعى في تلك المحبة أمور أبوه كان يحب هذا الشيء يحب فلان يسعى في الإصلاح يطعم الناس قم بهذه الأعمال التي كان أبوك يحبه صدق بسم الله الرحمن الرحيم كالكسي من يجيني الوفاتية بلانقو من يجيني اللي ذا باب باب القراءة في العيشاء بلانقونا إليسيا كي سوموا باتوا ومن يجيني وكني السوال يميبي هكي هكي أد因为 بالكسي مهاتية سي مهاتية الأ Yakية ظه pinch الünk 68 هكي أدневة ومن يجيني الأ définينه هكي هكي हكي أدخل ومن يجيني سوال أما Ray تغرياء أما أنفساء أحيث هكي أدخل مبينة مperikea asiweze kusuali kutulivu ya natakana weze kula chakula kwanza la fubadai ya kasuali lakini kama yani yuwa rika hali tuya kawaini hana njaa mbينة mperikea asiweze kusuali na kumara kyingia kwenye swala atakuara fikiri ya chakula kama hana njaa ya kiasi hicho ya natakana weze kusuali la fubadai ya takula lakini kama unanjaa mbidako pelikea usulisho nani ya salayako shireenaku pelikeza weze kula chakula kwanza kusabu takuna kifkiriya kile chakula katika sahimu yamlangu huwa hadithi yamwanzu ni hadithi ya jabir lakisa gailijakuma jabir ane kusudiwa ni jabir ibn abdiillah allahmu yiradhi sahabahuyu babayakin ya abdullahi bin haram na huyu abdullahi bin haram halihaku hudhuria katika vita vya badri lakini masabu halikuwa na pina khiri hakawa metuwa maninu kuma lamda allah subhanahu wa ta'ala kini patia muda wa kuhishi hakani fikisha kwenye vita vingine tamuunyesha allah subhanahu wa ta'ala nita kachukifanya katika vita ikawa allah mekadiria ka vita vya uhud vika vikawa bimefika na kabla ya kutukia vita vya uhud hakawa hamevotesho anjozi ya inawea shiria kumbaye hatakuwa ni miungoni mwale ambahu watakuwa kufa kwenye hivyo vita na hapu hapu walituwa usia kumusia mwanawe jabir yani kama mpa usia kumbiba na mimi niko na deni kama mimi nitakuwa ni miungoni mwale watakuwa wawo kwenye vita na kuhusia weze kulipa deni mbonda koluliacha kethalika pia bilivili kuna hawa akawati mtadazaa kuhawa na kuhusia weze kuwafanya ihsan na uishinau kawema na kethalika baada ya kufika hivyo vita akawali miungoni mwale walihu wawo kwenye vita huyu abdullah bin haram kia wali babayake na jabir na jabir kwa kutakileza usia wa mzazi waki babayake akawani alikuwa badu haja uwa ipofika wakati wakua akawakaenda kawoma na mkambani thayib na mkambani tayari mtumzima isha ulewa na alipa ulizwa kwa mba kwanini umefanya hivyo kwanini singe uwa manamuke ambayini bikri akasema kwa mba mimi niko na dadazangu na chelea unahofia kwa mba nikiowa ya ni binti ambayini mdogo ambayini bikri ikatukia mashakil na ikashindikana kuwafanya ihsan hawa dadazangu ambayo ni meachiwa na mziu wangu na hii ni katika kufanya ihsan na kuwafanya wema wale arhamu zaki ani wale ndugu zaki na kathali kapia mle vile jambu la kuwafanya wema na kuwaunga ndugu zako ni jambu ambalo ni nizuri na ambalo ni mehimizo na shiria jambu ambalo shiria melehimiza islamu awezi kuwaunga ndugu zaki mgalia jabi na liwafanya mawe na kuamba yani alivyo mtu asini alivyo kijana kita kuwa anapendilea awe binti ambayini mdogo lakini hii tu kwa sababu ya kuwaunga ndugu zaki ya dadazaki hakaenda kawama na mki ambayo tayari ni thayib kwa jini tu yakuto kuwa fanyia adhia ukuwakira wale dadazaki hili ni katika nini katika suara tu na kuunga udugu lakisa kaileza kwa katika masingira natu kuwanayo tazama isha ya watu hivi njinsi alivyo unakuta mtu anatofautiana na anawakata ndugu zaki kwa sababu tu ima ya mti au kipande cha ardi au chochote katika maali ya mbazo zimeacho katika maali zamirath unakuta mtu anawakata ndugu zaki hivyo sola la kuwakata ndugu ni sola mbalo hali kubaliku nyesheria na daima mwislamu antakana awezi kuwaunga ndugu zaki na kisa kaileza kambangalia hawa ndugu jina walulupewa na Allah wa ta'ala wanaito rahim ya nimetukana Allah yeni arrahman na hawa ndugu kaito rahim kwevyo ikanakomba Allah wa ta'ala mwakatia jina mbalo nimetukana jina la Allah wa ta'ala kwevyo nasima mtu aweze kuwaunga ndugu zaki kathalika pia vile vile mwenikuwa kata ndugu zaki atakuwa pia vile vile mambu yake yanakuwa ninyo kukatika yanakuta riziki yake na katika afyake na katika mambu yake hayaendi kwa sabugiani amewakata ndugu zaki na haja waunga ndugu zaki na hawezi kufanikiwa kwa sabugiani ame kambali na wale ndugu ambo Allah wa ta'ala mekuilekeza huwa unge kwevyo hiyo nuhali ambayo alifanya huyichabir katika kutekeleza wasia wa baba yake na hivyo hivyo muislamu yani kama mze au mzazi ameacha wasia wakisharia yani mtu anakana aweze kukimbilia kutekeleza ule wasia ambao ni wakisharia ambao madam haufunji sharia na kathali kapia vile vile kama kuna matemba ambao ni mazuri ambao alikuwa mzazi ya baba alikuwa nayapenda kuyafanya mambo ya khiri kama ni alikuwa kifanya nafaka kwa mbambo fulani ya khiri baada ya mauti yake kwe kama mtoto ujitahidi kuyafanya yale mambo ambao ni mazuri na kuyapenda hili hili nisihemu ya kumuenzi na kuhu yaendeleza yale ambao ni mazuri yale opuwa kifanyo na nani na mzazi na vile vile galia pivile kutika sala la dini kama hili bukuwa meacha dini alikuwa na jabib alipupiya pia kuli padini ya mbani liyatwa nam ziwaki na aliyumbiwa dhuaa nam tumma sallallahu sallam kawani minipu padamali akweza kuliwa ya lima dini ya mbani liyatwa ya mbani liyatwa ya mbani liyatwa wal z significance ki na azucar nah yukhtal akhu akhu akha 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 kuna akha 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 عندها وابنها يتعوض لكن الأخ لا يتعوض أحسنت فلما سمعوا هذا الجواب عفوا عنهم جميعا بسبب حسن جوابها قالت أما الزوج يتعوض والابن يتعوض لكن الأخ ما يتعوض أخوك أخاك أخاك إنما لا أخله كماشي إلى الهيجاب غير سلاح الذي ليس عنده أخ مثل الذي يمشي إلى المعركة بدون سلاح أخوك سلاحه يعني سندك أردك ولهذا لا تفرط به بين خلافات دنيا خلافات أرض خلافات يهجر أخاه ويتقاطعون أو خلاف ميراث ما ميراث يا أخي الدنيا تأتي وتذهب والظالم نصيبه سيأتي الظالم الذي يظلم نصيبه سيأتي لكن أنت اعفر ولا تفرط في أخيك ولا تجعل النمامين يأتون بينهم والوشاه والمحرشين فإنسان يحافظ على سنده ويحافظ على أخيه ولا يصدق فيه ولو يعني حصل منه تجاوزة يصبر دائما الصبر ما يأتي إلا بخير والدنيا والأموال تأتي وتذهب كم من أناس كانوا تجار صاروا يسألون الناس وكم من فقراء يسألون صاروا أغنية وأثرية تلك الأيام نداولها بين الناس فحافظ على أخيك ولا تجعل النساء تؤثر على العلاقة لأن الخلافات تأتي بين الإخوة أغلبها بسبب الزوجة أخوك يفعل أخوك يفعل وأخوك وأنت وأنت وأخوك وأخوك نعم قال عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الصحابي رضي الله عنها الذي أرسل إلى أين يا أبا رافع عشان النوم يطير شوي ها هذه الكراسي تأتي بالنوم ما يعني كن منتبه إلا سينام الإنسان أحسنت أرسله إلى إلى اليمن ومن هم زبلاؤه الذين أرسلوا إلى اليمن قال أبا عبد شوية إن شط من هم الذين ذهبوا مع يعني أيضا ذهبوا من الصحابة دعاة إلى اليمن غير هذا معاذ بن جبل ها أحسنت أبو موسى لا بس أبو موسى الأشعر هو يمني ما شاء الله ها من يزيد ها محمد علي بن أبي طالب أحسنت علي بن أبي طالب ذهبي لا تعز طيب ها من من يزيد معاذ وعلي ومن هم ليفه من رأسك إلا هكذا ضربتها هكذا أنا ما أدري ترى لكن أعرف أنك رميتافي لحوها هكذا طيب وذهب أيضا خالد خالد ذهب أيضا إلى هناك ورجع بسرعة خالد بن الوليد سيف الله المسلول نعم عندك هذا السؤال قد ذكرناه هذا كان ذهب في معرخ ورجع ها ما أدري لا أظهب لا بس هات مرجع ونحن أقبل طيب هذا قد ذكرناه كثيرا عندك خالد بن الوليد سيف الله المسلول صح هل هزم في معركة لا والسبب سبابه أي ولأن سمي النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بيش بسيف الله المسلول فلو هزم لهزم من لهزم سيف الله ولهذا ما هزم رضي الله عنه مات على الفراش لأن سيف الله فانظر إلى إلى الكلمة يعني التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول فلو هزم في معركة لقالوا هزم سيف الله أبدا ما هزم إلى أن توفاه الله ما خضى معركة إلا انتصر حتى عزله عمر رضي الله عنه حتى لا يقع الناس أو يحدث عندهم شيء وجعل مكانه أبا عبيدة وما عزله عمر لشيء إنما يعني فقط ليس لقدح في خالد ولكن حتى لا يظن الناس شيئا حول هذا المعنى طيب قال صلى معاذ بن جبل الأنصار لأصحابه العشاء أي صلاة العشاء أولا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم عاد إلى قومه في بني سلمة وصلى بهم إمام هو صلى بهم نافلة وهم يصلون خلفه أيش فريضة لأنه قد صلى الفريضة مع من مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فطول عليهم يعني قرأ بهم جاءت رواني وقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء البقرة في صلاة العشاء وهم أصحاب عمل وأصحاب نواضح وشغل يشتغلون من الصباح إلى المساء في أراضيهم قال فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى يعني واحد من الصحابة خرج من الصف وصلى وحده كمل صلاته ومشى بدل يجلس مع مؤمن هذا وين رايح يعني يستمر الله هكذا سورة البقرة خلف الصلاة وقوم شالا بإحتال قال فأخبر معاذ أخبر معاذ عنه فقال إنه منافق يعني معاذ رضي الله عنه يعني حمل هذا على تأويل يعني كيف يترك الصلاة مع الجماعة ولا يتركون الصلاة مع الجماعة إلا المنافق قال فلما بلغ ذلك الرجل يعني لما أخبر الرجل بأن معاذ قال أنه بأنه منافق ذهب إلى من إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتهد قال فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ يعني يا رسول الله معاذ يقول فيه كذا وكذا قالوا في رواية أنه قال يا رسول الله إن معاذ يصلي عندك ثم يعود فيصلي بنا سورة البقرة ونحن أصحابنا واضح ننضح بلا البعير يعني أصحاب أرض يعني نتعب إنسان عندما يشتغل من الصباح ما يأتي عليها المساء إلا وهو مجهد متعب قال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون فتانا يا معاذ حتى في رواية قال فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا لم يرى مثل ذلك الغرب غضب عليه الصلاة والسلام وقال يا أفتان أنت يا معاذ يعني تريد تصد الناس عن الجماعة تريد تصد الناس عن المسجد أفتان هذا معنى أفتان يعني تريد أن تمنع الرجل أن يحضر صلاة الجماعة بسبب الإطالة قال إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها أسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى انظر سوء القصار القصار منفصل فانظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام وفي الغالب أن صلاة العشاء غير صلاة المغرب صلاة المغرب الناس فيهم نشاط صلاة العشاء قد هم يا الله آخر فرض وبسبب الأعمال تراهم متعدين والإطالة في صلاة الفيل أن النشاط قد أخذ راحة من النوم فيقوم فيه نشاط حتى لو طول الإمام هذا الأصل لهم ينامون مبكرون ينامونهم يعني يقومون مبكرين والنوم أيضا مبكرين نومهم كان يعني يبكر في نومه بخلاف الآن أيام السهر نحن لا نتكلم على أصحاب السهر هذا مرض السهر مرض من الأمراض مثل مرض الضاط مرض السكر مرض الأعصار مرض السهر وهذا يعطل الجسم يضعف كل الأجهزة في بدانه لا يشتغل الكلا شغل صحيح إلا إذا نمت لا يشتغل الكبد شغل صحيح إلا إذا نمت حتى يقوم من أسباب ظهور السكر البداية عند أصحاب السهر لا تتعود السهر لا تتعود السهر فإنه يهدم البدن هدما يهدمه هدما وحاول أن تنام مبكرا إلا لحاجة إنسان يختلف الوظن لكن يعود نفسه حتى يقول الأطباء أن هناك مادة مادة هذه المادة تقاوم السرطان وتحفظ البدن من السرطان هذه المادة لا ينتجها أو لا ينتجها الجسم إلا في الظلام إلا في الظلام لو نمت في مكان هناك حتى سحاري ما تشتغل هذه المادة ما تخرج سبحان الله ما تخرج إلا في مكان مظلم لهذا أفضل ما تنم نم في مكان مظلم ابتعد عن السحار هذا قل في سحاري في كذا لمبة خفيفة ابتعد حاول أن تنم في مكان مظلم ما ترى يدك طبعا هذا يعني الجار هذا مولع لمبة هنا وهذا الجار هنا وهذا الجار ما يستطيع إلا إذا أحكم الستارة وصلح الأمور على كل حال هذه فوائد مهمة فوائد مهمة إذا نستفيد من هذا الحديث أتريد أن تكون فتانا يا معد إذا على المسلم لا يصد الناس عن السنة لأن بعض الناس يخرجوا الناس من السنة يصدهم عن السنة لما يروا أحوالهم متهاجرين متنافرين متزاعلين لا أحد يسلم على الآخر لا أحد يروح عند الآخر وهم يعني كلهم أهل السنة وكلهم حتى يقولوا نحن ما عدنا نريد هذه السنة هذه السنة وانتم هكذا عصيد في عصيد نعم فالله المستعان إن منكم منفرين كما سيأتي بالعديث إن منكم منفرين فتجد بعضهم حتى ينفر عن المسجد يتكلم على المصلين بكلام قاصي يعني بعض الآئمة يسيء إلى بعض الناس داخل المسجد فيترك المسجد ولا يدخل فيه بسبب كلمة سمعها من الإمام ولهذا ينبغي على الإمام أن يكون خلوق مع الناس لا يغضب من واحد أو يتكلم عليه آمى الناس خلص يترك المسجد نهائيا فالكلمة الطيبة والمعامة الحسنة كن كن مثل الباية انظر صاحب الدكان يرص ويصلح ويصلح صلح هذا علشان يكون في أحسن منظر في أجمل صورة علشان الزبون يدخل يرى ما شاء الله أشياء كذلك الداعي إلى الله ينبغي أن يقوم بعرض السنة وكتاب الله والدعوة إلى الله بأحسن صور بأحسن صور ليش ما أمور الدنيا نزينها للناس ولما ندعو إلى الله قاسوة قاسوة فعلى كل حال هذا حديث عظيم أفتان دائما الإنسان يذكر هذه الكلمة إن منكم منفرين أفتان أنت يا معان فلا يكون الإنسان فتنة ولا يصد الناس على الخير ولا يصد الناس عن دين الله ولا يصد الناس عن الأعمال الصالحة الطيبة تفضل إلى الله شكرا للمشاهدة حديثي الجابر للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة 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 الافaka ondoka na hii ni kwa sababu kwa ilivokuwa asili zama za mwanzo ya nina kuja wakati wa isha watu wakatika hali ya kuchoka na shuguli ambazo mezifanya mchana kwa inataka mtu anaswali mapema lafa hende kupumzika kwa jiri aswali alifajiri na akeleza pia wina bile hindo hali ambayo ilikuwa kwa watu wa mwanzo zama za zopita na mana walikuwa wanamuka mapema wana lala mapema so katika zama ambazo tukuanazo ambazo watu wengi wakuanazo hizama za kukesha yaani mtu anakesha usikuwa na shito kulala mapema na keleza pia wina bile hii tabia ya kukesha ni marathi kama marathi mengine yaani mtu kukesha kutukulala mapema ni marathi kama marathi mengine amelibokuwa kuresha na sikari na singinezo katika marathi yaani mtu kutukulala mapema pia ni marathi kwa sababu mtu anamunye kawaida ya kukesha unamsabishia matatizo mbalimbali kwenye mwili wake yaanokuta viungofi yake na niamwili vinasibiwa na matatizo na shida mbalimbali kwa sababu ya nini kwa sababu ya kukesha akadhalika pia wina bile akalezea pia wina bile soala la mtu kulala kwenye giza sababu analeza matuabibu analeza kama mtu akilala katika giza kuna madda filani ambaye na patika na kanye mwili wake haifanyi kazi ila wakati mtu akilala kwenye giza ambaye na pambana na yaani waduduote wachafu ndani ya mwili kwa hiyo mtu akilala mapema na kalala kwenye giza ene analala anakuwa katika hali ya kuweka mwili wake vizuri unakuwa katika hafi ili ukua njema lakini kama unakuwa ni mtu wakukesha tawabasi utakuwa ni mtu wakushambuliwa na marathi kwa hitha keileza kamba baale huyumwana kuona soale mekua nindifu emerefushwa kama moku kataswala 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 mwenyewe faakbara muadhu faukbira muadhu anhu muadhi ya kapuwa khabari na wale ambale ukua na soale na au kuma kuna mtu wa mefanya hithi ya mekataswala kataswala kataswala mwenyewe kauduka faakala innahu munafikun muadhi ya kasema kama huyumwana ni atakuwa ni munafik na hii muadhi ya mehukumu tu kwa dhahir kamba zingira ya kawaida mtu ahezi kufanya hivi ili atakuwa na nini na hali fulani ya nifak sabu ya likuwa hajui na wakawa mehukumu hivo kwa dhahir akireza falama balaga thalika arrajul yani yanipo mfikia yule mtu maneno aliyosema muadhi yali maneno ya muadhi ya liwasema kwa mani munafik yali mumfikia yule mbwana lu kataswala na kaswala mwenyewe dakhala ala rasul ilahi sallallahu aliyo sallam faakbarahu ma maa kala muadhi yule mbwana kaina mojako mojako mtu mtu mwa sallallahu sallam akawa amemweleza mtu mwa sallallahu sallam yali aliyo yasema muadhi na kithalika pia vile vile mingoni mwayali aliyo eleza pia vile vile kwama muadhi anaswali kwa kwa mtu mwa sallallahu sallam hafo anakuja kweto natuswalisha harefusha swala na ilehali kwamba sisi tuwafanya kazi hanga hika na mifugu mchana hanga hika na kilimo hafo anathurushia swala mingoni mama elezwa ambaya aliyo yatoa kuma eleza mtu mwa sallallahu sallallahu sallam faakala lakun nabiyu sallallahu 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 sallam aturidwa ntakuna fattana aturidwa ntakuna fattana niya muadhi hivi unataka kusuhia watu wasijia kusali mskitini jamaa yu muadhi indomana na ilesia kwamba maninuhaya aliyo yatoa mtu mtu mwa sallallahu kumambia muadhi hivi unataka kuwasuhia watu wasijia mskitini hivi unataka kwapwa weka mbali watu na khiri na ibada kusabu ya kutawilisha swala kwa hivoo ni maninu ambayo mtu mtu mwasu sallallahu aliyatoa haya na kathali kakarkaniga riwa ya singini zikieleza amtu mku mlingslasirika na kawa na asira ambayo hajewaji kukasirika mtu mbasu sallallahu msaka kiasi hicho kwa kaba lipu kasirika ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة في كتاب التوحيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أي الله سبحانه وتعالى نظره ليس إلى الصور الألوان والجمال ولا إلى الأموال قال وعلي لمسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لخل نبي ولاتا من النبيين الولاية من النصرة أي لكل نبي مؤيدين وناصرين ومعينين وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي أي ناصره ومتبع منهجه ومتبع سلوكه أي سلوك إبراهيم ومنهج إبراهيم الذي هو الحنفية السمحة قال ثم قرى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه أي أولى به بمنهجه طريقه توحيده والسير الذي كان يسير عليه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه أي في زمنه وهذا النبي أي محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا أي المؤمنون والله ولي المؤمنين أي ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم إلى هنا تفضل سمجدين الأفكية لكفاند والتوحيد حديثي يا ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي حقيقة أن بيان من يكون نصور ومن يكون فتمن حجيانغ ونجيانغ إبابا يبراهيم أن بيان خليل والله لكفاند سيساء الله كي سمقوني يا الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه حقيقة واتو أمباوه صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا كذلك ولي ولمؤمين الله لقم فرد من توم صلى الله عليه وسلم والله ولي المؤمنين نالله نالله ولي ووأمين سبحانك ومحمدك نشهد أن لا إله أستغفر